بسم الله الرحمن الرحيم والتقوى يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما قسبت وهم لا يذلمون يا أيها الذين آمنوا وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربا ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا الشهيدين من رجالكم فإن لم يقونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء من الشهداء أن تدل إهداهما فتذكر إهداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه ولا تسأموا أن تكتبوه سغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدعنا أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة هادرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناه أن لا تقتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يدار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوكم بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبودة فإن آمن بعدكم بعدا فليعد الذي اعتم من أمانته وليتك الله ربه ونا تقتم الشهادة ومن يقتمها فإنه آثم قلب والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يهاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته واختبه ورسله لا نفرق بين أهد من رسله وقالوا سمعنا وعطعنا غفرانك ربنا وإليك الموسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطعنا ربنا ولا تهمل علينا إسرا كما حملته ولا الذين من قبلنا ربنا ولا تهملنا ما لا توقت لنا به واعفونا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر